أهلا بكم مشاهدينا مجدداً وإلى ملف الصحة والحديث عن المرافقة أيضاً الصحية لمرضى المصابين بالسرطان أيضاً والحديث عن التكفل بمرضى الإضطرابات العقلية وكذا نظرة المجتمع لهذه الفئة أسعد بصدافة البروفيسور خديجة بصديق مختصة في المجال ورئيسة أيضاً مصلحة الأمراض العقلية للكبار بمستشفى فرانس فانون البوليدة أهلا بكي بروفيسور صباح الخير الأخت لميا شكراً للاستضافة وصباح الخير لكل المشاهدين ومشاهدات القناة الوطنية الإخبارية شرفتنا بحضورك بروفيسور بداية الحديث عن المرافقة النفسية وأهميتها أيضاً للمرضى المصابين بالسرطان نعم أكيد أن المرافقة النفسية والعقلية للمرضى المصابين بهذا المرضى الخبيث كما نقول لأن هذا النوع من المرضى يكون أسرى لهذا المرض كما نقول نعم أسرى لهذا المرضى ومرضى الخبيث والآن مع التكنولوجيا الناس رهم يعرفوا كل شي يعني كل حاجة رهي متاحة عبر الهواتف الذكية نعم الانترنت الميديا إذن أوتوماتيكما العقل البشري يروح ديركتما إلى الموت معنتها أنا مصاب بمرضى السرطان تساوي الموت حتما نعم مالقرية المختصين في هذا المجال يقوموا بالواجب التحم على أحسن وجه ويفهمهم أنه كان أدوية حالياً يعني رهيتمد نتائج إيجابية جداً ولكن المريض تبقى في تبقى هذه النقطة السوداء في عقله أنه ولو كان نموت ولو كان يبدأ يخاف بش يرقد يعني ولو عنده أعراض جانبية نعم اللي هي أعراض بسيكولوجية ولهذا هنا تكمن أهمية المرافقة النفسية من البداية يعني من بداية le diagnostique الكشف نعم الكشف عن هذا المرض لما يكون لامقرية سيور من هذا le diagnostique لازم تكون هناك مرافقة نفسية يعني تكون une prise en charge pluridisciplinaire ومع المختص في المرضى السرطان يجب أن يكون هناك بسيكولوغ أو بسيكياتر ومع بعض الحالات يجب أن يجب أن يذهب لهم الجراحة ومبادة يذهب إلى الشميوثيرابي أو راديوثيرابي ومع أخرى تهربية 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 كثيرة مليحة ما هي أهمية المرافقة النفسية عند المرضى السرطان؟ صحيح لازم نعرف أن أي مريض كان يوجد لديه الوافق المرضى له يعاني منه لكن ربما مرضى السرطان هم مرضى من فئة خاصة نعم ولكن لما كان هناك طرق نصل لهذه الرسالة صحيح ربما الطبيب يستعمل لغة معينة لابلء إبلاغ المريض أنه للأسف مصاب السرطان لأنه كان بعض الاسبيسياليست في هذا المجال يعني ينسوا أنه كان بعض الكلمات هما اللي رايحين يأثروا ربما سلبيا جدا جدا على نفسية هذاك المريض يقول له لما يشوف النتائج النتائج التعليقات يقول له عندك مرض الكنسر ولهذا الآن حاليا يعني مانديال ما نتحدث على مستوى العالم لننتفقين أنه يجب أن تقول لك كلمة كنسر لأن كلمة كنسر أوتوماتيكما ما يتقبلهاش العقل من المستحيل واحد عنده كنسر يقول لك طبيبا بسا عندي كنسر على بالي يجي النهار ونرح ينموت إذن لازم نبسطوله هذك المرض لأنه كيفش نبسطوله الأخت المياه نعطيلك مثال بسيط نعم نقدروا نقوله أنه كين مرضى لي براكزم ليكون عنده مرض انسان دروم غريبال بيموت ممكن يموت بانسان دروم غريبال كين مريض يكون عنده مرض ألم في الحنجرة تسمم غذائي في بعض الأحيان نعم كين موت الفجأة هنا ما كاش مرض السكتة القلبية مثلا نعم سكتة القلبية بدون أي انذار بدون أي مرض مسبق بدون نعم إذن كين أطوله هذه الأسئلة وهو اللي يجاوب على هذه الأسئلة يعني هو اللي راح يديفروبي يقول لك صحيح أنه عندي في العائلة في الانتراج تاي كان هذا كمرض بمرض يعني كان حاجة خفيفة من بعد حتى توفى ما فهمنا كيف حتى توفى ونعطله مثال ونقول له أعطينا مثال من العائلتك من المحيطة تعاق العائلة ربما اللي تعرض لهذا النوع من مرض سرطان يقول لك نعم تجاوب للأدوية ومنذ عشرين سنة ما زال عايش الحمد لله وهذا طلع من معنويات معنويات هذا المريض يزيد لأنه لماذا المرافقة النفسية تكون مهمة لما ما تكون هناك يعني بسيكولوجيك اكسترا اكسترا وشي حيسرا راحي راحي يكون هناك يعني يعني يقطع الماكلة يقول لك ما ناكلش على هناكل ماكاش فايدة باش ناكل يدخل في حالة اكتئاب حد ينطوي على نفسه يبدأ ما يرقودش في الليل وعلى ما يرقودش في الليل لم يلي أنه يخاف يقول لك كين نرقود من شرح نعود نفطن نعم يعني alors que هي دوامة يدخل فيها دوامة ولهذا لازم يكون هناك دي سيانس في السماء يكون دي سيانس espace يعني 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 بلوزيوخا مرض السرطان وفي هذه الحالة أيضا في المرافقة النفسية يجب أن ندخل العائلة في المرافقة النفسية وهذه تعاد شكل من أشكال المرافقة النفسية أيضا نعم لأنه الحاجة التي دايما نتكلم فيها مع العائلة كي يجو يزور هذاك المريض يعني كي يكون في المنزل ولا يكون على مستوى المستشفى لازم من هضر لوش غير على المرض نجمو يتكلمو على الحياة اليومية وش صرا حاجات يتضحك حاجات إيجابية وأيضا الميميك يعني الإكسPRESSION du visage لأنه لازم نعرف أنه المريض يحس يحس بالإموسيان تالإنسان اللي يكون اللي يكون أنفاصله يتدخل إليه ونتي مكشرة حزينة كين اللي يبدأ يبكي كي شغل يقول لك خلاص في ناتة الدنيا خلاص يدخل في حالة هستيرية ربما بكاء ربما قلق ربما اضطراب نفسي حاد نعم وفي معظم الحالات للعائلة أفراد العائلة هم اللي يزيدوا يأثروا في المعنويات تاع المريض المصاب بمرض التالي هل هناك ربما مرفقة للعائلة حتى ربما نستطيع القول أنه الأفراد ربما العائلة القريبة للمريض نعم لهذا قلت لك العائلة عندها دور هام في المرافقة النفسية يعني ممحنين نرفقوهم نفسيا مكاش ماكاش قاموس يعني نعلموهم نعطوهم أمثلة كيفاش يتحدثوا مع هذك المريض المتحم ما لازمش يعظموا الحالة ممكن يعني نقول لهم ما لازمش تتحثوا غيرها على المرض ما لازمش للكومينيكاسيون ولا الاجتماعي التحكم يعني كل هذا حفاظا على معنويات المريض نعم لازم كين ندخل عند المريض ندخل عند المريض نقول اليوم رك منور اليوم رك من البارح نعم اليوم رك والجكر هو وردي رك خر مني اليوم بعي اكزمبل هذي راه يطل حتى نبحثوا طاقة إيجابية للمريض نعم لازم ندخل طاقة إيجابية للمريض والمريض لما يعني ما تدريهاش بحالة تمثيلية لازم يعني تكوني يعني حسيتي اكي حسب هذه الحاجة التي تقول فيها يعني لما تعطي دي زنت بوزيتيف للمريض أكيد أنه المعنويات ستطلع بشدة طيب بروفيسور كيف يساعد الجانب النفسي ورفع من المعنويات من نسبة الشفاء من مرض السرطان يعني يزيد بزاف في نسبة الشفاء ولهذا في كل في كل سيرفيس ولا مصلحة تاعة مكافحة السرطان تلقي بزاف دي بسيكولوج وكان أيضا معاونة بين عمل بالتنسيق نعم تنسيق بين مصلحة الأمراض العقلية والنفسية ومصلحة مكافحة السرطان ولهذا تشوفي أنه أهمية المختص النفسي اللي هو البسيكولوج المختص في الأمراض العقلية لأنه بعض الحالات كان بعض الحالات وين يدخلوا في حالة الاكتئاب يقولوا عندهم دي زيدانوار حالة الانتحار ولا ما يبدأ شيئا كل ما يبدأ شيئا يقعد عند المريض تفوق 50% يعني فوق 50% لأنه أكيد تشاطرين الرأي أنه الحمد لله العلم رأي مطور في هذا المجال خاصة الطب ومجال السرطان رأي مطور من خلال الأشعة من خلال الأدوية يعني نسبة الحياة رأي في تزايد الحمد لله لكن همية العامل النفسي أيضا يساعد إلى حد كبير في الشفاء من هذا المرض وشفنا عدة حالات لأنه كانت عنده نفسيته عالية كانت عنده يعني أفكار إيجابية قدر أنه يحارب وكأنها حرب قدر أنه ينجح في حرب ضد هذا المرض الخبيث أكيد وكيين بعض الحالات يعني اللي عشتهم كيين حالات اللي قدروا يتفوقوا على هذا المرض الخبيث بنفسهم هما مش غير بالمرافقة النفسية لأنهم هما بحد ذاتهم ناس صابرين ما عندهمش لنيفو دو ستخاس القلق والقلق ناقص بزاف يعني إنسان مؤمن وعلى بالو باللي كيين الطبي يقولك كيين الأطباء هم يديروا في العمل التي حمان علىها نتقلق ما لازمش نتقلق لأنه كي نزيد متقلق أهمية عمل الثقة أيضا الثقة بين المريض والطبيب أيضا هذا عمل مهم جدا نعم لأنه الليونس الليونس ترابيطيك يعني الثقة وعلى بالتقلق المدين والمريض مهم جدا في الشفاء العاجل والشفاء التي تكون نسبة كبيرة جدا بروفيزور نعود أيضا نقطة مهمة جدا وهي أهمية اللغة التي يستعملها الطبيب ربما في إبلاغ ذلك المريض أو تلك المريض خاصة لدى المشكلة ربما لدى النساء أيضا أن تقول لها كمريض مرض سرطان أنت مصابة أنت ربما في مرحلة متقدمة هل يستطيع الطبيب أن يخبرها أنها في مرحلة متقدمة جدا يعني لأنه لحد الآن على المستوى العالمي كان يعني تناقضات كان بعض الباحثين يقول لك لازم تبلغ بصفة يعني مباشرة نعم وهي المريض يدخل وكأنه حياته تقلبت في هذه اللحظة هي تقول لك أنا ربما مجرد مرض خفيف يقدر يدا ولكن لما تقول هركي في مرحلة متقدمة سبحان الله يعني حالة نفسية ربي معهم على كل حال تنهار وكان الفئة الثانية من الباحثين في ذوي الإختصاص يقول لك لا من قولهم مش بصفة مباشرة لأنه كان الحالة النفسية وإحنا علبنا أن الحالة النفسية للإنسان مهمة جدا في الشفاء صحيح إذن اللغة اللي نستعملها لازم نعرف أنه عند المرأة وعند الرجل مختلفة لماذا لأنه المرأة بحبتها حساسة أكثر من الرجل لا نفعل من المرأة لا من المرأة مع كل احترام للرجال ولكن لماذا لأنه النساء عندهم الهرومونات بزيادة ربي خلقناها يعني أنا بكو بلس سنسبل المرأة تقول لك راني حنكون مهمشة إذا كانت مرأة سيليباتي بأكزمبل تكون عازبة تقول لك إذن الآن راني كونداني مش غير كونداني باش نموت كونداني باش تكون عندها ربما تكون عندها أطفال نعم النقطة الرابعة إذا كانت بأكزمبل مرأة متزوجة تقول لك ذوك ذوك الزوج التاعي شكون هذا الزوج اللي رح يتحمل باش يعيش عباء المرأة المرأة مصابة نعم لأن المرأة السرطان لا تكذبوش على نفسنا لازم دوريات يعني عنايا خاصة عنايا خاصة يعني يعني باريزم إذا كان كان سو شيميو ترابي كان كان بروتوكول رسبيكتي لازم تروح للمستشفى كان ديزيفي سيغاندر أكس 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 إذن ولهذا يعني اللغات تكون مختلفة يعني لازم للإنسان للطبيب كي يبلغ للمرأة باريزم بلرجل باللي راه مصاب ما يقولوش ديركتو عندك كنسير ولا عندك تومير أنا جسو كنتر برسوني كنتر طيب كيف يخبر المريض كين حدا الطرق لأنه يقولو عندك عندك حبة عندك حبة ولا عندك طاشة يعني نهضر بالعامية باش المشاهدين يفهموني مش ما تخممش في هذاك المرض نحن نزيد ونكمل التحاليل اللي تاوعنا ونشوفوه بإذن الله وما لازمش تخمم أنه هذا المرض راه خاطير ولا تخمم في الخطورة ولا بلي حاجة صعيبة بزاف على حسب التحاليل إليه خرجة إيجابية ولا سلبية في كل الحالتين كان الأدوية الحمد لله وراحين نقوم بالمساعد راح نقوم بالتكافل بصفة يعني جيدة لأنه كان بعض الأطباء من المساعدة مالغيري لأنه رأس رأس مصالح كي جو باش كي يعرفوا بلي هذك المرض راو عندو هذك المرض الخبيض ما يقدرش يروح يقول لك يعطيه واحد من الطاقم تاوي يقول له خبر أنت يروح خبره تشوف كيف تستعمل الكلمات ولا الجمل باش تقول له هذه لانوفل لأنه حاجة مشي سهلة أنه تقابل هذاك الإنسان لماذا لمية لأنه تحس أنه يقول لك نحس راوح يمشي راك تكذب راك تساعد فيه معنويا لماذا لأنه إذا قلت له في الأول سيبون خلاص راح يتعرضي لصدمة راح يتعرضي لصدمة راح تكون عنده صدمة الحاجة الأولى الحاجة الثانية ممكن في معظم الحالات كانين مرضى اللي أنا أسيستي اللي كاتاوهم يقول لك من من عالج خليلي في المنزل التاعي مع العائلة التاعي حتى نموت كان بزاف هل الطبيب ربما يوضح للمريض أنه الحمد لله مستوى العلاج متاح بالجزائر هناك عدة طرق للعلاج من خلال الأشعة الأدوية هذه برمي الزوتي اللي يستعملهم الطبيب باش يشرح للمريض يعني بورقة وستيل وإنكريان ويدلو أندسا مخطط يعني يرسملو مخطط ويقولو هناك في البوم أو في نمبر كل غيجان تاع الكور يقولو هناك هذه النقطة هذه النقطة لازم نديرو لها عمليات جراحية طفيفة أو لا ما فيهاش أعراض جانبية أو لا نعم نعم ثلاثة أشيك سلون كلمة اللي يستعمل هالطبيب يقولو نديرو لها لبيوبسي كي نديرو لبيوبسي أو بعد بس المريض راح يقولو الطبيب صح أو بعد كده اللي تجير أو بعد وش هي المرحلة الموالية المرحلة الموالية نعم يقولو لازم الطبيب يكون ذاكي يقولو ذوك أنا نهضرو على الوقت الحالي ما تخممش في المستقبل يعني الوقت الحالي يعني نرحوا مرحلة بمرحلة على بالنا خلاص رانا ندير لدياقنوستيك الحمد لله رانا نديرو الجراحة ومبعد مرا كنجبدو هذيك يعني هذيك الحب نديرو لها بيوبسي كنجبدو البيوبسي ومبعد سنجد مع ستاة ستاة لأنه سيكون هناك جراح سيكون هناك مختص في مرضى السرطان يعني يكون بلوري ديسيبلينا بلزير ستاة أيضا الحديث عن المرافقة أيضا والتكافل بمرضى فئة معينة مرضى الاضطرابات العقلية أيضا نعم يعني النظرة الحالية للمريض المصاب بالاضطرابات العقلية أنا رأينا نشوف أنها نوعا ما متبدلتش متغيرتش للأسف كيف ذلك يعني في الشارع لما تشوفي في الشارع لما تشوفي الناس كيفش يشوف نظرة المجتمع نعم نظرة المجتمع ماذا كان هذا المريض يدخل يشري من حقه يعني يدخل الدكان يروح عند الطبيب يعني يشوفي الناس يبعدوا عليه يخزو فيه يعني باحتقار نعم كشغل هذا الإنسان ما عندوش لدوات ما عندوش لدوات باش يعيش هذا الإنسان كأي نعم كنين هرمونات يكون هناك يعني يعني يكون هناك يعني وليهذا يؤدي إلى إضطرابات النوع من الإضطرابات العقلية ولهذا لازم نظرة تتغير لأنه هذا المريض اللي يعاني من إضطرابات العقلية يجي الوقت يعني يحتاجوه ويجي يجلبوه لماذا؟ لأن活 ما نستحقوه كيد عاملة كيف ذلك؟ يعني بشي يخدم نعم بشي يعمل كيد عاملة يعني استرجاعه كفرد في المجتمع نعم في المجتمع فهرد فعال في المجتمع نعم ففي المجتمع مشي غير му مشي معنيتها نتقبلوه في وسطنا في وسط العائلة في وسط أني نبدأ من العائلة في العائلة في المجتمع أيضا كان لریانتغراسيون لأن المرضى المصابين للإضطرابات العقلية هم ديبلومي عندهم سختان نيفو اللي نحتاجوهم في المجتمع كما سواء في الدومان العملي في الكوتي بروفیسيونال ولا أخر إذن ما لازمش يكون المريض اللي يعاني من خلل ولا إضطراب عقلية يكون مهمش في المجتمع المتعنا طيب ما هو مستوى التكفل بهذه الفئة على مستوى مستشفى فرانس فانون ومستشفيات أيضا الجزائر إذن النسبة ما نقدرش نعطي لك إحسائيات نعم دقيقة ولكن النسبة المئوية رهي تتزايد بشدة على مستوى مستشفى فرانس فانون وأيضا كل مستشفيات الجزائر لماذا؟ وهذا يعني يمثل أنه هذا دليل أنه هناك ازدياد في اضطرابات العقلية والنفسية على مستوى المجتمع نتعنا لماذا؟ لأنه هناك عدة عوامل ما هم العوامل ما ننسوش لابا غيرت بالكورونا أيضا الحرائق اللي اللي سرعت في في عدة مناطق من الشفار نعم في عدة مناطق صحيح أيضا أيضا بار اكزمبل كاينين على مستوى العائلات كاينين كاين بعض الأفراد اللي يكونوا فيكتم تاع فيولنس العنف الأسري الأسري رهو كثير بشدة إذن لما الطفل ولا الادوليسان ولا اللي يكون عنده سن الرشد يعني لما يلسس هذا العنف الأسري أكيد أنه راح يأثر عليه بسيكولوجيكما بسيشيكما و راح يؤدي إلى إنعكاسات سلبية وما هم الإنعكاسات السلبية هي إفترابات عقلية عدة بار أكزم نبدأ من الزاق دو بانيكس كنا بالإكريس دانجواز نوبات الهلاع اللي ممكن تتطور حتى إلى فوبيا المجتمع كأينين الناس يقدروا يخرجوا إلى الخارج خارج المنزل بار أكزم لما أنا جس و أكتر يعني نهضر على الپون دو تعيين كأخصائية نعم نعم بار اكزم لديلیفری اكتوال من بار اكزم نروح أنا sur انترنت نخير الألبسة ولا نخير المأكولات نحووس ناكلها نعم جنحت المنزل يعني ما عندش كونتاكت سوشيال وهذا هذا الكوتي يساعد كثير وبقوة الناس اللي راهي تعاني من الاثترابات العقلية العقلية اللي هي فوبيا المجتمع ولا فوبيا التعامل مع المجتمع هل مرض العقلي له علاقة هل هو وراثي هل هو مرض وراثي نعم أكيد كين بلزور فاكتور دز إيبوت نظريات إذن النظرية الورافية أكيد هي برمي تلعب دور كبير لأنه نحن كنديرو الجلسات الفحوصات على مستوى المصلحة السؤال الأول اللي نطرحه هو هل في العائلة من الجهة الأم أو من الجهة الأب هل هناك واحد اللي عنده اضطراب عقلي لأنه هناك جينات جينات اللي ممكن رايحة يعني اللي سترنت على تراب لاما يعني ولكن مشي مانتها السيلا مانكي تخنصمي مشي مانتها المرض هذك ولا هذك الافتراب العقلي يجي من عند الأم هناك سوابق عائلية يعني نعم سوابق عائلية لأنه لهذا المرض لأنه هذك الطفل يجي من الأم والأب إذن التركيبة الجينية اللي تكون بين الأب والأم إحنا ما علي بلناش نعم وش المراهقة ولا سوابق سترس ولا سوابق صدم اكترا يكون هناك افتراب العقلي الحديث أيضا عن التقم الطبي مستوى تحكم التقم الطبي في هذا التخصص بالتكنولوجيات الحديثة أيضا التكوين المشاركة في أهمية المشاركة في الملتقيات الوطنية والملتقيات الدول للاحتكاك ربما وتبادل التجارة بين الأطباء الأجانب وحتى الأطباء المحليين أكيد هناك يعني ملتقيات دولية وملتقيات وطنية جد كثيرة في الآوين الأخيرة سيختون بعد الكورونا يعني دينا نتحركو بشدة باراكزمبل اليوم وغدا يعني في يوم ونصف نهار ونص هذا ليس ملتقى برما بسيكياتريك ولكن كي كنسر لامتي الليقى يعني الطيب الشرعي الطيب الشرعي رح يتكلم على الانوفاسيون اكتوال في وحنا يعني الطاقم المصلحة هنتاعي رح يتكلم عن التكنيك اكتوال الحديثة الحديثة اللي نستعملوها يعني التقنيات الحديثة المستعملة في هذا المجال نعم نعم نستعمل لشفاء أو لا لبعض شارج بعض بعض الاثرابات العقلية اللي منهم حالات الاكتئاب في نهاية المطاف بروفيسور وكسو الختام أهمية التحسيس والتوعية في هذه الفئة المريضة التي تعاني من مرض السرطان وكيفية احتواءها كيفية تتكافر بها خاصة نفسيا إذن الكمبيانات للحملات التحسيسية هي مهمة جدا 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 في هذا المجال عبر الميديا يعني عبر التليفزيون عبر الراديو عبر المواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس هم تلتون كونكتين إذن لازم نقعد يعني لازم نثابر تكون هناك مثابرة على التحسيس في هذا في هذا المجال باش نكونوا أسرة في المجتمع يعني مشي أسرة كان الأسرة والمجتمع نديروا أسرة نعم لماذا؟ لأنه باش نعاودوا ندمجوا هذاك الإنسان ليكون على مستوى المستشفى كي خرج بالمستشفى ما يلقاش روحه مهمش يلقى روحه كأنه كما هو كما الناس كما هو كما غيره يعني يتقبلوا المجتمع يحتوي يتقبلوا المجتمع ويضمج في المجتمع بشكل عادي نعم بشكل عادي لأنه لازم المواطن جزائري يفهم أنه الإنسان المرض الذي يعاني من الثراب عقلي كي يكون بيانستابيز لا يشكل أي خطر ولا يشكل أي عنف على المجتمع شكرا جزيلا نربيش في مردانا والله يرحم موتانا أيضا أيضا بخوفيسور خديجة بصديق رئيسة مصلحة الأمراض العقلية ومختصة في المجال للكبار أقول مستشفى فرنسفانون البوليدا شكرا لكل هذه المعلومات القيمة إذن مشاهدين فاصل ثم لنا عوضة شكرا للمشاهدة